هنكمل مع بعض في الجزء الثالث عشر من ورشة تصميم كلاسيك في برنامج جوجل في الفيديو ده هنكمل رسم حوائف الدور الاول علوي هنرسمه ازاي هنروح للمسخة الافقي للدور الاول علوي وحنبتدي نقل له امر ونبتدي نضغط كليك من النقطة دي ونروح للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي هيتكون معنا سطح هنبتدي على هذا السطح ونقول له وشرحنا ليه بعد كده هنبتدي نخش ده ده ونقول له امر بوش واسحب الى على وقول له تلاتة متر تلاتة متر ده ارتفاع الدور بتاعي بعد كده هاختار الحائط ده وقول له موف كنترول كليك عشان اخد نسخة واجبها في الجزء ده بعد كده هقول له امر سكيل علشان اعمل مرور لهذا الحائط حاجة من المنتصر اضغط كليك واسحب في الجهة دي بهذه الطريقة بحد ما احس ان في قفزة حصلت في النهاية واضغط كليك وقول له موف من النقطة دي اجيبه في النقطة دي هلاحظ ان نفس الحائط راح في الجهة الاخرى بنفس المجازن بعد كده هاخش جوه الجروب ده وقول له بوش كليك وحخليه خمسة وعشرين سنتي هزود تلاتة سنتي هقول له بوينت واحد تلاتة انت هلاحظ ان الحائط سمكه كبر معي بالطريقة دي بعد كده هروح للحائط بعد كده عايز ارسم هذا الحائط هرسمه ازاي هقول له امر لاين وابتدي اخد المنتصف ما بين المسافتين دول وابتدي اجيب اضغط كليك واسحب بهذه الطريقة بعد كده هقول له امر لاين وابتدي امشي على الحدود بتاعتي لحد ما وصل للمنتصف ده وابتدي اخد النقطة دي كليك لحد ما وصل للنهاية بهذه الطريقة وارجع اقفل الشكل في الجزئية دي واقفل الشكل في الجزئية دي عشان يتكون معي سطح للحائط بعد كده هقول له امرس الليك وابتدي اشيب اللايين ده هقول له ديليت بهذه الطريقة بس كده بعد كده هقول له ضابل كليك على السطح بتاقي هقول له كليك مين مين كونبوننت كريات اخش جروب اقول له بوش واسحب اقول له تلاتة متر بهذه الطريقة علشان يتكون معي هذا الحائط هطلع برا الجروب واعمل له سلكت اقول له موف كنترول واخد نسخة هعمل ايه بعد كده برافو عليك امر سكيل وابتدي من المنتصب كده واقول له كليك واسحب علشان اعمل لهذا الحائط حتى وابتدي اسحب كده لحد ما حس ان في قبضة حصلت معي بقى انا كده مظبوط اضغط كليك بعد كده هقول له من النقطة دي اجيبها فين مظبوط بالمنتصب تاقي لو جيت شيكت كده هتلاقي الدنيا مظبوطة معت بهذه الطريقة بعد كده هعمل ايه هخش جوا اي واحد فيهم ضابل كليك واقول له بوش واسحب عايزة خليه خمسة وعشرين هقول له بوينت واحد تلاتة انتر هتلاحز ان الحائط التاني بتعمله بوش والسمك زاد معاه مرة اخرى الناحية التانية اسحب وقول له بوينت واحد تلاتة انتر بهذه الطريقة دي فايدة الطريقة اللي احنا بنشتغل بها انا عند شكل متماثل فبالتالي بشتغل على نص ونص التاني بيحصل له تشكيل معايا زي ما هو ده قدام حضراتكم بعد كده اخر حاجة هرسمها هي الحائط بتاع البلكونة طيب الحائط بتاع البلكونة هرسمه ازاي هروح هقول له امر لاي واضغط كليك 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 لحد ما وصل الاجيوز ايا دي كليك وحاجيب الاجيوز التاني كليك 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 واسحب اعمل اسكيب اجه للجوة الاخرى نفس الكلام اهو هرسم الخطوط المستقيمة كليك اعمل اسكيب بعد كده هقول له امر الارك وابتدي النقطة دي معا النقطة دي واسحب واضغط كليك هاجيب الجهة التانية كليك كليك واسحب كليك هيتكون معايا برضو سطح هخش جوة الصحة ده طابل كليك كليك يمين هقول له مي كومبوننت كريات وخش جوة السطح ده واقول له بوش الى اعلى واليكن بوينك ستة زيرو انتر ستين سنتي بعد كده هبتدي اخر البجر اختاره وقول له موف كنترول واخد نسخة للجهة الاخرى واقول له امر واعمل له زي ما تعلمنا كليك واسحب للجهة الاخرى حلقة ان في قبضة تحصل معايا يبقى هنا كده مظبوط اضغط كليك واقول له موف وابتدي ان النقطة دي اجيبه في النقطة دي هلاقي ان الشغل معايا مظبوط مية في المية كده انا خلصت حوائط الامامية خلصت الحوائط الامامية هخش على الحوائط الجانبية هرسمها ازاي امر الله وبتدي اضغط كليك 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 هزي الطريقة كليك 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 هتكون انها هي سطح وابتدي اللي بعده اهو كليك 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 اهو ممنتهى البساطة كليك هخش جوة دابل كليك تجيه السطح ده هقول له كليك كيمي ميك جروب مش محتاجين يبقى كنبوننت ان دي ديار دابل كليك كليك كيمي ميك جروب بعد كده هخش جوة كل جروب فيهم وقول له بوش الى اعلى الى اعلى تلاتة متر او او ابتدي احازيه مع الجهة المقابلة بهذه الطريقة طيب ممتاز هخش على اللي بعده دابل كليك بوش لحد ما سويه بالجهة المقابلة الناحية التانية نفس الكلام اهو هبتدي اقول له امر لاين وتأضغط كليك 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 اللي بعدها اهو كليك بمنتهى البساطة هخش جوة دابل كليك كيمي ميك جروب اخش جوة الجروب وقول له بوش الى اعلى تلاتة متر تلاتة متر دا ارتفاع الحائط متاعي او ارتفاع الدور اللي بعده الاول اعمله جروب اختاره اختار الحائط كليك كيمير من الجروب اخش جوة جروب واقول له بوش الى اعلى تلاتة متر بهذه الطريقة في الفيديو القادم ان شاء الله هنتدي نكمل بناء المبنى بتاعنا. الفيديو انتهى. يارب يكون قدم الاضافة لحضراتكم. يارب يكون مفيد لحضراتكم. اشكركم. ما تنسوش العجاب. ما تنسوش الاشتراك. ما تنسوش مشاركة الفيديوهات لازدخائكم. لتعم الفائدة. اشكركم. نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.